السلام عليكم انشاء الله نهار الخميس 24 شهر 11 2022 انشاء الله سيكون 20 سنة سيكون 20 سنة سيكون قطلي جوج كله 850 جوج كله 16 16 متسابق سيكون سيكون مفتوحة الكروسة بدأت في فرنسا وقت كروسة سيكون كروسات مهمة ويبدأوا يبانوا الخيل على وجههم الحقيقي مثلا هذا 19 16 من شهر جوج وهو كيمشي بصفاحه ما كيديروالو ولكن كانوا كيترينو به كانوا كيوجدو به هذا الوقيته دابام دي فيري دي كاتر يعني راه موجود الاستعداد باش يكون في هذا كانت تعليون هو وله السبعة السبعة العائلة تعت أبريبار عاطينو يتريني به بازير عاطيه تول ولدو نيكولا عود ريجوليي في الكروسة وحتى في المنطن مؤخراً بيين بالمراعة مهم كيترينو به وجدوه بيين بالمراعة وربحتها تولى أخرى في المنطن تبين بالمراعة مهم اتنسيو هدو الجوج سيكونوا يعني مخبين شي حاجة يعني جايل هاد الكورسة نوين فيها نوين مبازين عليها وعدنا هاد شانس ريجوليي هاد الخمسة عشر اللي غاديرك بو رافاه عنده عشر سنين أحشى النتيجة عندها هاد العام كانت شهر عشرة كانت كلاسا بيها بريون في غروب تروى كاتريهم وهي انفورم لا فورم عدة سطابل رافاه هاد هاد بدك يقدر يجيب على ريفي غادي تنفس بحالة ثلاثة غادي تنفس وتلاخر على تروازيهم كاتريهم ثلاثة هاد 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 تناعش عودته هي ما نستهنوش بها عند اثنين وعشرين كورسة ستة الفيكتوارات وثلاثة الملفات ومثل فهربريا من هاد الآن هاد 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 سؤال هاد 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 عودة عجب هاد و 13 بلاس و أخار النتائج ليس هي ذلك ولكن كما قلنا يبدأ الكروسة بوجهاتها الصح من خير كلهم كانوا في الانتران الموند ويجلين تنافسوا غادتها يحفينها من رجلها بربعة ومعامها كانت 6 سائز كانت ستروى 2 أو 3 ستنافسوا مع بعضها و في ذلك المنافسة تعتمد شي يعود فيهم دار ها ولا هاك يبقى هادو وخاتا غادين بصفاحهم هاد الواحد اللي راكبوا نيبار هاد العشرة اللي غادي به جيلور ميني هاد التمانية غادي به أبريبار وهاد الخمسة تعبيجون هادو غادي مشيوا هاد الكورسة أي هفوة من من الفافوري غادي يكونوا ويأخذوا الهم بلايسهم المهم نتمنى اليوم الاربعة المنتخى بتاعنا المغربي يفوز على كرواتيا إن شاء الله كرواتيا راعدك العام جاءت عاونتهم الرئيسة تعتهم مدى برما معهم الرئيسة لولا من قدرنا كلهم والله السهل علينا وعليكم السلام عليكم موسيقى